الساعة الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في السادسة نبارك بداية يعني الفرحة حلو ما فيش كلام والواحد بيستنى فرصة أو مناسبة أو يوم زي ده عشان يقول مبروك للمصرين طبعا بتكلم على منتخب ورجال تليد اللي مفرحيننا النهاردة بيكسبوا البحرين بنتيجة 30-20 وبيتأهلوا عشان يواجهوا ألمانيا ان شاء الله مباراة يوم الثلاث هتكون وده تعزيل حصل في المعاد هتكون الساعة 2 إلى 4 كل التوفير لرجالة مصر طبعا في مشواره في أولمبياد فارق كبير قوي بانك انت تخش بطولة وانت حاسس انك قادر مش مستني المفاجأة مش مستني الظروف تخدمك مش مستني اي حاجة تيجي من هنا ولا من هنا في كل مباراة وفي كل بطولة بيخش منتخب مصر اللي كرت اليد فيها احساس المصريين بصرف النظر عن بتكسب أو بتخسر بتوصل للمحطة والمشوار في النهاية ولا بتوصلش بيتم تتويجك ولا لا بس احساس انك فرقتك قادرة وصل لكل مشجع بواقف ورا منتخب كرت اليد ده بيحصل على مستوى كل وبعدين الحقيقة يعني انا مش بتكلم بس على منتخب مصر في أولمبياد انا بتكلم على حتى المراحل الثانية المختلفة اش معنا كرت اليد ليه كرت اليد يعني ما هم مصريين زينا واكلين من اكلنا شاربين من شربنا متمرنين زينا ليه اللي حاصل في كرت اليد ده مش مترجم في لعبات تانية سؤال هيجناني بصراحة ما ممكن نخطط وممكن نرتب وممكن نحضر ونقاهل وندرب زي ما بيعملوا في كرة اليد في كرة البسكت وفي كرة الطائرة وفي كرة القدم عشان نشوف انجازات على مستوى العالمي زي ما كرت اليد بتخش النهاردة مع اي في اي مواجهة مع اي فريق مهما كان بطل العالم عندك احساسا ان المنتخب قادر في اي لحظة انه يصنع الفارق وانه يتجاوز اي منتخب مهما كان اسمه ومهما كان ترتيبه على مستوى العالم نادي الاهلي ما بيشتغل في الكرة على الفكرة بيشتغل بنفس الطريقة يعني اعتقد ان الجمهور النادي الاهلي يتفق معي لو كنا بيكلم على كرة القدم تحديدا انه اي بطولة انت بتدخلها سواء كانت بطولة محلية او بطولة قرية او بطولة دولية حتى زي بطولة كاسع عامل قندية عندك احساس ان فرقتك قادرة عندك احساس دايما انه مناص تتويج مش بعيدة عليك وانه فرصك كبيرة جدا الاحساس ده والشعور ده ما بيتولدش كده في يوم وليلة ما بيجيش بالصدفة زي ما بيقوله لا ده نتيجة واللي خاصل في كورت اليد ده كمان نتيجة تخطيط وشغل وعمل على مدار سنين طويلة جدا نقلت مصر من مصاف الدول الهوية لمصاف الدول الكبرى مصاف الدول المحترفة اللي نجومها قادرين عنهم يلعبوا في اكبر قندية العالم هل السيناريو ده هل المشهد ده ما نقدرش نكرره في رياضات اخرى لا نقدر طبعا بس فتش عن الادارة الادارة المحترفة اللي تقدر تعمل مسابقات محلية في منتهى القوة وبالمناسبة موضوع مسابقات المحلية ده محتاج من نقطة طويل جدا يعني انا شايف انه الدوري المصري بما يملكه من قندية عندها تاريخ طويل جدا وعندها لعبين على اعلى مستوى وعندها قندية صاحبة جماهيرية وشعبية تتخطى حدود الدولة يعني بتيتكلم نهارده عن نادي زي الاهلي او نادي زي الزمالك انت بتتكلم على جماهيرية من المحيط للخليج جمهور موجود في كل دول المنطقة وبالتالي انت عندك مقاومات يبقى على اهل تأدير عندك اقوى دوري في المنطقة منطقة العربية بتكلم قرر الافريقية بتكلم لكن مش بالوضع الاسف الشديد جدا اللي ما يخدناش ويروح بينا البعيد احنا منتفقين في النهاية ان كل المسابقات المحلية هدفها انها تقدم عناصر تخدم منتخبات وطنية في اعمار مختلفة او في مراحل مختلفة هل ده حاصل انا هترك لحضراتكم الاجابة على كل احوال مش عايز اخدكم وروح لبعيد مبروك لمصر وفي انتظار ان شاء الله باذن الله بتهالي كل يوم بعد التاني امل المصريين في منتخبهم منتخب كورت اليد ان يحقق بطولة في منتهى الاهمية ومش عايز حد يفسر كلامي ده او ياخده ان انا بقارن او بحط كلام مرتبط بخروج منتخدنا الولمبيا لكورت القدم لانه مازلت عند رأي ان الولاد اللي شاركوا في اولمبياد توكيو انا بشوف ان هم اهم للكره المصرية واعتقد كمان واحنا مقبلين على مرحلة مهمة جدا تصفيات كاس العالم ان شاء الله اللي تبتدي في خلال شهر امكان اعتقد ان معسكر المنتخب هيبتدي يوم 28 الشهر ده بعد ما الدوري يخلص مباشرة استعدان طبعا لتصفيات كاس العالم اعتقد ان شباب المنتخب الاولمبي هيكون ليهم دور مهم جدا ومؤثر جدا جدا في مشوار التأهل اللي بالتأكيد هيكون صعب وهنا نرجع تاني نتكلم على قادرين ولا مش قادرين في شك اتمنى نكون قادرين اتمنى نوصل كاس العالم مرتين على التوالي ده يبقى يعني انجاز عظيم والتأهل في حد ذاته اتمنى انه ما يبقاش هو مجرد هدف او يبقى اقصى الطموح والاماني انه منتخب مصر بس يتأهل لكاس العالم لا وليه لا ام نروحش لبعيد السنغار راحت لبعيد والكاميرا راحت لبعيد واحنا مش اقل الحقيقة تاريخنا على مستوى القرى الافريقية بيقول ان احنا واحد من اكبر المنتخبات وعلى مستوى الاندية احنا دولة بتعتبر يمكن بتضم اتنين من اهم واكبر اندية القرى الافريقية